السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي اليوم ان شاء الله هدي نقدم لكم زالوك بالتنجال كي يجي رائع وسهل في التحضير وكنتمنى يربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسوش تديروا لايك وتابنوا معي فلاشين ديالي باش يوصلكم الجديد وغادي نخليكم مع المقادير والطريقة التحضير زالوك بالتنجال بنسبة المقادير غادي نحتاجو حبا امتوسة ديال مطيشا اكم قطع مربعات ويعني كنقطعها بلمديلها والزرعة هدي نحتاجو ربع ديال الفصوصة ديالتو ما يكونوا محكوكين القزبور والمعدنوس هكم قطعين بنسبة التوابل غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الطحميرا معلقة صغيرة ديال الكامون شوية ديال البزر وشوية ديال الملح وغادي نحتاجو البنجال اللي كي تقطعك كدوائر ويتقلها في الزيت انا هنا عندي ثلاثة الحبات ديال البنجال ومن بعد كنقطعوهم اولا كتدقوهما كف المهرز انا قطعتو يعني اكا قطعتو بالموس هنا يا الا بغيتو تديرو القشرة كتديروها بيتو تحيدوها كتحيدو انا الصراحة كتعجبني غادي نخليها اول حاجة كنجيبو الكسرونة غادي ندير مطيشا وغادي ندير تومة يعني ما تشكت قطعها بالمديلها والزريعة وغادي ندير الدنجال غادي نديرها الكربة والتوابي اللي هي الكامون والتحميرا وشوية ديال الملحة وشوية ديال البزر اللي كيبغي الحار ممكن تديرو الحار صافي غادي نخلط هاد شي وغادي نديرو فوق النار هنا يرى ما درت زيت لولو لان الدنجال مقليف الزيت صافي كندير هكا الكسرونة فوق النار وغادي نخليها حتى نحسب ديك الكسرونة انها سخنت ودنجال معا التومة ومطيش انهم تتقلوا ومن بعد غادي بدا نحرك يعني غادي بداوا تحركوا مزيان هاد العناصر حتى تشوفوا ديك مطيشانها دابت وتخلطت مزيان معا الدنجال كتجيب حال هكا يعني ضغيام ما كياخدش الوقت طويل ضغياد هاد الوصفة كتوجد وكتجي لديدة كنتمنى انكم فعلا تجربوها وغادي ان شاء الله نقدمها لكم بصحة ورحة زالوك بالدنجال ها هو وجد كيف مما كتشوفو كيجي رائع كنتمنى يا ربي الوصفة ديالي اليوم تعجبكم وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتابنوا ومعايا فلاشين ديالي باش يوصلكم الجديد الى اللقاء والى حلقة مقبلة ان شاء الله